أعود لك دكتور عبد الله أسألك عن تعامل المملكة العربية السعودية مع هذه الأزمة منذ البدايات كنا يوم أمس في حلقة الأمس نتحدث عن أرقام الإصابات في إيران مثلا وكان الحديث كثير حول عدم الشفافية في إعلان الأرقام وفي إعلان أعداد الإصابات ما أدى إلى وضع كارث الآن في إيران بتعامل الحكومات حول العالم تجاه هذا الفيروس وشفافيتها مع الشعوب أين تضع المملكة العربية السعودية؟ يعني لا شك أنه مو أنا اللي يضع المملكة المنظمة الدولية المملكة من الدول اللي في مقدمة الدول اللي تعاملت التعامل الإيجابي وكان تعرف أنه إحنا تكلمنا أحيانا أنه هذا الفيروس يعني تحدي كبير حتى للنظام السياسي الدولي وشفنا النظم الديمقراطية اللي هي تقول أنها نشعت لحماية حقوق الإنسان والكلام الكثير اللي يعني سبعين سنة لما جل اختبار الحقيقي في مع هذا الوباء في الخيار ما بين الاقتصاد وما بين حياة الإنسان ترددت الدول ثلاثة أشهر المملكة لم تتردد لحظة واحدة اختيارها لحياة الإنسان وكل إنسان موجود على هذا الأرض حتى المخالف للنظام هذه مسألة أعطت المملكة العربية السعودية ميزة في أن تتقدم على مستوى الدول اثنين أنه هذا القرار أعطى الإدارة الصحية كل الإمكانيات اللي تستطيع أن تحصل عليها حتى تواجه لم يكن عندها عذر بمعنى آخر لا عذر أمامهم الميزانيات مفتوحة توجيه مباشر من خادم الحرمين سموه ولي العهد هذا أيضا أكد أن هذه الإدارة الموجودة كفؤة ولذلك تعاملت بشكل كبير نحن الناس ترى لا يدركون أن الدولة وفقها الله في أثناء بداية الجائحة وبداية الارتفاع أنشأت مستشفيات ميدانية كثيرة ولكن بقدرة بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا السيطرة على الموضوع وما نحتاج الكلام اللي يقوله اليوم معالي الوزير مهم جدا لأنه صحيح نحن نشهد انخفاض في الأرقام لكن إذا تحلل الأرقام تجد أننا من حوالي أسبوع أو عشر أيام بدأت تتراجع تطلع الأرقام وصلنا إلى ثلاثمائة وبدأنا نوصل إلى خمسمائة يعني معناته أنت الآن في عملية الارتداد ما يحدث الموجة الثانية هي ستصيب على حسب الدراسات العالم كله ولذلك مسألة التحذير هنا مهمة ولكن أيضا لا بدنا أخذ احترازات إجراءات احترازية من أهمها الحقيقة أنا يعني يزعجني هو التجمعات التي أكثر من عشرة مثلا حتى الآن المفروض أن تتراجع في التجمعات من خمسين الاختبارات الحضورية التي قررتها بعض الجامعات في هذه الأوقات خطيرة جدا أنت تتكلم عن يعني عدد الجامعات في المملكة وعدد الطلاب عدد مهول وكبير في هذه المرحلة التي هي بدأت مهب ستبدأ بدأت الموجة الثانية لا بد يكون هناك إجراءات احترازية لازم نمنع سريعا الاختبارات الحضورية لأنه إحنا مقرر أن كثير من الجامعات تعمل اختبارات حضورية لاختبار نهاية الفصل وهذا حيكون في ذروة في توقع الخبراء في ذروة الموجة الراجعة للوباء فاحتياطيا ينبغي نحمي أنفسنا نتكلم عن أعداد حوالي يقاربون المليون هؤلاء يعني بؤر ممكن تنتشر منهم الوضع